كم نرى في عالم الإنس في عالم الخلايا وعالم الأعصاب وعالم الجراحة وعالم السمع والبصر وفي أنفسكم أفلا تبصرون الإنسان هذا خلق عظيم الإنسان خلق عظيم حينما تسمع الأطباء في التشريح وفي علم شتى في علم يعني الأمراض وعلم الأعصاب والعظام والجلود والسمع والبصر والخلايا تقول سبحانه الذي حاب الإنسان بكل هذا هذا الإنسان فما ظنكم بعالم الجانب أردنا فهم شوية الإنسان اللي تراه أمامك هو مجموعة أسرار الإنسان هو مجموعة أسرار لا تحق بها لا يستطيع الإنسان أن يحق بها مهما مع تقدم الطب يخطون عاجزنا في أمور مع تقدم الطب يكتشفون أمور عظيمة جدا حتى في عالم الحشرات التي نراها عالم الحشرات عالم الحيوان الذي نرى حقيقة فما ظنكم بعالم وخفي ويغيب عنه وعالم الجن والشياطين والأفريس والعفريس والمار لكنه موجود كما أن الإنسان موجود الطير موجود الحيوان موجود الجن والشياطين والعفريس هم كذلك خلق موجود فلأسف الإنسان أن يجمع هذا العلم كله ويقول ما عنده والصواب ومن خالف رطه والخطأ قلوا حني ليك ما ما استطاع أن يجمع هذا حتى من هم أعظم علما وفهما وقدرة ولكن كلما زدت فيه سيرا كلما وصلت إلى أدلة إلى منارات إلى أضواء إلى أعلام إلى نور إلى شفاء بإذن الله رب العبد والسماء فالجن في تكافر لا تنسى هذا ها الجن كذلك في تناسل وفي تكافر لا تنسى هذا شياطيرهم وكفرتهم وأدعسهم كذلك ذريتهم تؤز بعض وبعض ويشاهدون في الأذى وفي الكفر وفي الشيطانة وفي الإنسية وفي السواد وفي السحر وفي الظلام ويتفننون ويرسل ما وصلوا إليه يسقطون على الكفرة من السحرة حتى يشاهدوا بما يوفق الحال والزمان في أذية العباد لا تظن الأذية التي كانت قديما هي الأذية التي هنا الآن في هذا الزمان أبدا حتى هم يتقدمون في زرع الأذى يتقدمون في أنواع السحر يتقدمون في أنواع الشرك والكفر والشر تفقه والزمان يتقدمون فما وصل الناس إلى هذا الفساد العريب إلا بإبليس اللعين الذي غمر المنظرين فهذه سبله مع كل زمان وع كل حقبة ومع كل أعصر ومع كل جيد ومع كل تقنية حتى تقوم الساعة لشرع الخرق والإضلال والغواية من ذرية ومن ينصرهم كل يوم وليلة ويزداد الفساد كلما ابتعدت عن رأس الحرم كلما زاد الاتساع وزد الشر أعصر الحرم عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكلما ابتعدت كلما زاد الاتساع وزد الشر وزاد كذلك السحر والحسن والغيم والحقن والأذى إذن ما كان عند الرأي الأول ليس هو كما هو الآن من نحية الشر وكان ليس هو كما هو كما نحية الخيرية التي كانت في عهدها فأفهم إذن وجد الاجتهاد ليتخلص الناس من أنواع الابتلاءات التي هي بسبب المسي والحسن والجن والشياطين والمرضة وإلا أكلتهم الذئاب واللئاب ونحن نطالع ونراقب وننظر ونقدم ونؤخذ نعم هذا القرآن الذي أنت تقرأ وترقي به حتى يجعل إبليس لهم قوة والطاقة على مقاومته يقول لهم هذا القرآن الذي تعظمونه أو يعظمه المؤمنون وبه يؤذنكم إن حاولوا سأسحر به سحوك الذي به ونجته بالقرآن فلا يؤذيك أصلا ولا يؤثر فيك وإن كان يؤذيك فلك جلب وصبر وقوة يعني سحرك أصلا صنع بالقرآن أكان هذا قديما سحرك بآيتي كتب عليها وإن سوف يعطيك ربك فترضى أي لن يستطيع الخير أن ينزل على هذا العدد وأنت كلما تلا القرآن كلما ستشرا قوة مني أي يقول إبليس عن نفسه مثلا وهذا نراه بمنظومات ونراه بأشياء كثيرة جدا نحيا فيها إذن الاجتهاد لا بد منه لا بد حتى تصل إلى الشفاء فلا بد أن تعرف الخبايا والخلايا لا بد أن تعرف لا بد أن تحيط بها علما إذا أردت أن تعرف إذا أردت أن تشغل وأن تصل للناس الخيرا في عقيدة محجبهم شيطان عليها وأبالسهم عليها وما تنكفر عليها فلا بد أن تعرف ما يناسب وكيف تسلم وكيف ترمي هذا إن وفقت أصلم بإذن الله عز وجل فإذا لا بد أن نفهم هذا فإبليس اللعين هو لا يأخذ عطلة هو لا ينام كما قال حسن بصري لو نام لا استرحل لا يأخذ إجازة لا يأخذ استراحة يقاتل شرا وسوادا بالله والنهار مع يهول يقاتل مع النصر يقاتل مع النسون يقاتل مع أهل الغلو في دين الله يقاتل مع أهل الكفر وفيسك والزندق يقاتل مع النبي العين الناظر الحاسب يقاتل مع أصحاب الغضب يقاتل لا يترك مجالا يراه ينفف من خليه سمه إلا وقاتل غاده في كل مكان فالرسله في كل مكان من يُسلَطهم هم موجود معهم كل مكان حتى وأصبحوا به أو صفق وأصبحوا بها أو صفق وأصبحوا أصعم وأصبحوا في كل مكان أن ما خفي عننا فهو أعظم ما خفي عننا فهو أعظم ما خفي عننا فهو أعظم فكيف نستطيع أن نخلص الناس من هذا الأذى ونحن في جهد ونحن لا نعلم ولا نفقه أنه لك مسون خارجي يحيط بالبدن أنه لك جنود يقيدون ليس في البدن خارج البدن كيف سنستطيع أن نقدم المساعدة حينه ندعي شيء لا نعلمه لو يجب أن نتعلم وأن نعلم هذا هو الحقيقة التي يجب أن نعلمنا كيف تعرف حالة المعامل يؤذي وهو ليس في البدن كيف تصع أن تعلم أن هناك سيح يؤذيك باتصاف ولكن ليس في البدن خد دمه خارج البدن هذا كله خارج البدن وكيف تعلم أن هناك في البدن موجود إلا لكن تخشى أن تتجلى وأن تتكلم وأن تظهر لأنه لك من يخيفها خارج البدن كيف تعلم أن البدن تحت وطقة السحر وشدته ويجعل الوسوات في الله وسوة في ذات الله تتوحيد الله حتى يجعله قهري أو اكتئاب وضيق ليقدموا علاقة لأول انتحار أشياء كثيرة جداً هذه الخفية لا تكلم عن صرع الجن يتكلم لا تكلم عن الخفية أو يستحيل إخراجه ويستحيل الوصول إلى هدايته أو شفاء وبقتان لأنه هناك الشهاد بالساحر والشهاد بتقوص السحرية كفرية والشهاد بالمواد السحرية والشهاد في أماكن فيها السحر والشهاد بخدام على السحر وحول البدن وفي البدن إضافة إلى إبليس الكبير هذا كل شيء وأنت تقف هكذا وتقول لا يشافيه نعم لا يشافيه وأنت ماذا قدمت تقول أنا كنعالج يا وش كتعالج يعني عن العلاج شنو تقعني الفتحة والفتحة هذه يحفظها مثلك وربما سحر بها لا نستهيل الفتحة أمه كتاب والسبعه المثاني والقرآن العظيم الفتحة الشافية الكافية والرقية والواقية هي كافية كل شيء بإذن الله ولكن الفم الذي سيخرجها القلب الذي سيحركها ثم إسقاطها ثم الفتحة هي الأصل فلو تبطح حتى في معانيها الغزيرة لا أخذت منها لا يناسب العلاج فهي حين تكون شافية في فهم ووعي وإسقاط حقيقي صحيح تلاوة معا بإيمان وتدبر وقلب يحمل الإيمان كالجبال فحين يغير هذا القلب لا أبدا من مسائل اجتهادي حتى تخرج هذا العدو وإلا بقي المرضى تحت يد العدو وإن كانوا من أهل الصياف والقيام وثنوة القرآن وأنا أعمل عطي بل وربنا والله العظيم أتوا عند الإم الناس يجلسون في المجلسين بالمئات وخطاب ومعانا ذلك وجدناهم تحت وطأة الجن والشياطين والسعر والعين والحسن هذا أمر ليس جديد ولكن ما يجب أن يعلم أن حرب إبليس على البشر كانت في الجنة كانت على آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام وكانت بين القبيل وهبي وكانت بين القبيل وهبي حسد ولا زالت حتى جعلة الأصنام فعبت من غير الله عز وجل نعم في قوم نوح ولا زالت إلى يومنا هذا بعد تنبحيبه تام وتخليم الأصنام جاءت أصنام أخرى في قلوب العباد لأن لا بد أن ينقى التدافع فأفقها على لا بد أن ينقى التدافع بين الحق والخير بين الحق والباطل والخير والشكر إذن لا بد أن ينشيها